اضع زوجته في الطوالد و اطلق البوطة و اخرج كأنه شيئا لا يقع لذي نتابع باقي التفاصيل هذا هو سيد سيد عادي يعمل على رأسه و يريد زوج يريد زوج و يريد زوج و يريد زوج الناس يريد زوج الناس على مواقع التواصل الاجتماعي و انا لم اتنصح لأن الناس تعرفوا مواقع الاجتماعي لتزوجه لأنه لم تتعرف الخبائيه قد يبلك في صورة زوجة هذا هو الانسان هذا هو الانسان الذي كنت نقلب عليه انسان خدام و ملعق و في الاصل له غمقرد هذا ما الذي قال هذا السيد بعدما جاء سن اليأس و تختار ولد الناس و هذا السيد من نوع الذي كانت حشومي و لم يكن مع الدراري كثيرا قررت لتعرف مواقع عبر المواقع التواصل الاجتماعي ولكن ارتكبت واحد الغلط كبير يعني لم يكن تسولت على السيد و كيف يعلن عنده الشركة و كيف يعلن و كيف يعلن و كيف يعلن هذا السيد هذا كذب عليها و هي كذلك كذبت عليه يعني كما يقولون قمار طه لك الداب تعرفت على واحد السيد يعني من مدينة أخرى و وعدها يعني بعدما طاولت معها في المحادثات و ودازت المواقع الأخرى يعني مثل بحل الواتساب و بدأت تقدر مع أبل قرر بش يجي عندها السيدة بدأت تتقاد و خبرت الأم دياله بالليرة تعرفت على واحد السيد و عنده واحد الشركة شركة دياله السيد يعني لا بس عليه ما كيبغيش يخدم عند الناس كيبغي يدير البيزنس دياله و رأسه فعلينا تسيد هذا مشال عنده تسيده في المدينة و كرا واحد السيارة و الدعب لديك السيارة رها دياله و مشال عندها يعني عادي مشال عنده السلام عليكم و عليكم السلام كديرا صحباش خبارا و انت في الواقع ركزوين بدك يجاملها و بدات هي كترسح له بزاف قالت هذا هو الزوج ديالي اللي كنتك اقلب عليه شو صبح الله غفل مواقع التواصل الجماعي انتا كين رجال و كين كل شيء و بدك تعودتش لصحاباتها و صحابتها و لو كيباركو لك و قالوا يا أختي انت عندك زهر و عندك يمسكينة مهارفاش بلي تبعه و احد الجاحيم بلي هذا اكبر نصاب فعلينا سيد هذا بدك يداعي بالبرج وزياده بدك يداعي بالطنوبيل كان هناك طنوبيل فخرة و الدعا بالطنوبيل يعني سيجعلها في الدار و يسوق واحد منه و اخر و بدك يهضر يعني يهضر و يرش بلونجلي و بل فرنسي كأنه رهقاري فعلا في الطيار الأوروبية و جاء الدخل هنا للمغرب و دار المشروع و شركة و شركة و بدك و بدك و بدك و بدك و بدك بسيادة و بدك و بدك و بدك و عمامي و أخوة و امامي يعني ودك و شركة و بدك و تجربة و زوجات مالها 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 هذه الناس يجب أن يدخلوا فيديو آخر يجب أن يدخلوا قراثهم سواء خالتك سواء عمتك مما تعملها فيك باتات تزوجي ولا تزوجي هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع هذه الناس يخرجوا طاجين ويخرجوا ويقولوا أي راجل يجع عندهم يقولوا بسم الله ففعلا هذه السيدة تم إعطاؤها في الملاقات الأولى فقالتها لقراثها وقراثتها كانت من الدهب وقامت بالأسابة أن يبعد هذا الشيء وقرأتها للدهب وقالتها بإمكانك انتظروا وقالتها وقرأتها لقراثها وقالتها في الموقع التواصل ويجب أنه مالها يبدو قراثتها وإنما اركبها فعلا أعطيتها بدون شعور يبدو قراثتها وكان يتحسس دقات القلب ديالها عبر اللمس ليدين ديالها يعني من هذه الجهة عادي تكون واحد دقات القلب تتمتلك حينيا باش يعرف دقات القلب ديالها واش القلب ديالها مزيان وليس إذا فيها شيطانسي واش حاجة كان دارس كل شيء كان دارس كل شيء يعني من يتسمع النهاية ديال هذا الواقع لوقعت هذه البنت فكانت نهاية كاريتا هذه السيدة هذه قدرت كتتغرم به قلعنا أن نغلس الشيليا في هذه المدينة على ما أنتعرفه كده أنا رأى واحد اللعطان الذي هو فخم وهي عرفته ليس مدينته قال أنه رقع سناية ومشأت هي ومشأت ورغبت المدينة دياله وردت السيارة دياله ليس في الخبارات التي رأى المدينة وكذلك كل مرات يقولون أنه يقولون أنه أنا مع صاحبي مع هدفين مع هدفين مع هدفين مع هدفين ونحن نقوم بعمل التجارة سيدا قال له مهم خبرية الوالدة بأنه راني أنجي وراني أنجي أنا والأخت ديالي أخت ديالي أنت يعرف الأم والأب ديالي في الديارة الفرنسية ولكن بالحكم بالأخت ديالي ساكن هنا فما كانوا مشكين أنجي أنا ويا قتلوا فعلان على الرأس والعين فعلا جاءوا والأخص ديالي لعند والدي ديالي وبدأك يشرح لهم باللي أفش قدام باللي وكان السيد يعني كيبان سيد محترم وسيد فعلا عنده شريكة وجاب نفس السيارة أو تاني اللي يكرهها ولكن تاضح من بعد هذك السيدة اللي جاءت معه رامى شيخته فكانت هي موميسة ديالي أو الخليلة ديالي وكانت تايا كتقن الدور ديال التمثيل مزيان كان السيدة بارئة في هذ التمثيل هذا اللي لعبوه ماشي على الضحية دي أو على هذ العائلة كاملة والأب ديالي ما كانش واحد الأب اللي هو قافز كانك يقول أنا بغيت بنتي تكون غافر حانا وهي اللي اختارته يعني ما لعبش واحد دور اللي مش سؤول على السيد وسؤول على هذ الشركة دي واش فعلا هذ السيد هذا واش هو المدير ديالي فما كانش يعني مهتم بالأمر شيء اللي خلال هذا النصب هذا يزيد عن مقفاة العائلة فعلا قال هذا بأنا كيفما كنتشوفه حياتي كاملة غافلة وهذا الشيء يعني 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 تمشيت وصله للباعة لأنني بأن حياتي كاملة غافلة هذا الشيء على شأنني قررت نكري واحد الشوقة يعني عاد كريتها يعني بقى خاوية يلا شريت فيها واحد النموسي وشمينات وكانني يعني قال لها لما نقضي الحاجة باش ديك السياس لديك الضيار الفرنسيين مهم الضوار هذه لما أن واحد ستوار تأخذتها سبعة شهر اللي يعني قاو سكني فيها فعلا السيدة وافقت كل هدف دياله الوحيد هو الزواج زائد العائلة دياله اللي كانت مصير قد يقول لها دراجل دراكب ماركي يعني تلقيه بحاله صحابتها كذلك واسيم زوين عيش فرنسا هي ديك لديك الضيار الأوروبية وتوليت تتخدمها في الشركة دياله بعد مما قرأت وما لقيت وظيفة بزاف ديال أحلام ولو كيد يعني كيدوروا لها في الراس دياله في لان دالت الشقية دي بعد مدروح لحفلة صغيرة في دارهم وقال لهم يعني دي الزوجة ديالي مشات مع الدار لغت داليه في الصباح يعني باش طمألها الأم دياله قد لقاء الهاتف دياله كيصوني ما كترلش ولكن هي عرفة بالدار ديالهم هي ديك الكروة مشاول الدار بتوكي دقوه ربما ناسين ربما أكتا ولكن القلب ديال الأم دي ما كيحس بدأ القلب دياله مزير السيد قام بالفعل دياله يعني في تصفية دياله في النهار ديال الدخولة دياله نهار ديال العرس دياله نهار ديالتصفية دياله يعني هذا شيء صعيب بزاف ولاش دارك قام يعني بإقلاع الكليتين دياله الكليتين دياله كان تنصب هذا أو هذا المجريم هذا قام يعني بحيد الكلاوي دياله وخداعه وخلاها دخلها وطلق عليها البوطة وخلاه شوف النية دياله كيف كانت واش عندك البوطة من حل شيء واحد وليش توقع شيء شعرارة ويمشي فيها كل شيء وما يعرفه شتوقع واش 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 ولكن الحمد لله والطف الله كانت البوطة شبه خالية يعني كان فيها كانت ولكين ما كانت عارفة بالعامرة زائد الشرجم للطوالات كان يخرج الغاز مما تسبب في إفراغ القنينة يعني في الظروف اللي كانت الحمد لله ما أدتش الواحد لكارية اللي كانت صعبة هنا دائما نشكره رجال الشرطة اللي تقوم بالمجهودات دائما نقول الشرطة الشرطة كيف شاءت الشرطة تلقى المجريم انتم تقولوا الشرطة تبقى 24 ساعة 24 ساعة تتحل يعني ما كانش الناس ما يكاينش تتحل هذا القضية وفي إعلان حلاسة أقل 24 ساعة وتمكنس بالعلقاء القبض دينات الشخص هذا كيف كان هارب يعني هارب يعني هارب مشاء لواحد المدينة وبغير كف البابور وهارب ذلك الكلاوي اللي كان مخبعهم في واحد كأنهم يعني ديال الخراف ولكن تم القبض دياله وجابوه وداروا أي ناس في ذلك الكلاوي وعرفوهم بالإنسان وطابقوهم مع ذلك الشخص اللي لقاوها يعني في الطوالة وعرفوه بالإدياء واعترف السيد بكل شيء وعرفوه يتحرك ولكن يعني وما يتبت بهذه القرورة كان تحلت وفوقها تحلت وكل فوقها وخوات ومشاكل 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 تطلع نصاب ومشاكل يعني قلت السيدة قالوا نصحتي لآخرة امامركم في الرجال او العيالات كذلك ربحة بحذبه تعرفوا عليهم بالموقع التواصل الاجتماعي وكذلك تبنيوا معهم الحياة فدما خذ الحضر ثم خذ الحضر